اشتركوا في القناة في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 4 وتسع دقائق من صباح اليوم السبب لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر بما انه موجود في برج الجدي معناته منعود لطبيعتنا الجادة منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الناس او الامور ما بتصير معنا بسهولة او ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء او مراجعة شركات التأمين او عمل عقد تأمين جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين الان الهم المبتصلات اما في زوايا منفصلة الها تأثيرات خفيفة احنا نذكر هي الزوايا القوية اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم اربعة واحد طبعا ذروتها يوم خمسة وعشرين اتناش بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها لغاية يوم ستة وعشرين اتناش طبعا هاي زاوية بتبدد الحضوض في اي مسعة منقوم فيه من ميل للعيش دون مستوانا منبذر اموالنا مننجذب للمراهنات والمضاربات والقمار والامور هاي ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات او مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي تاثيراتها او ذروتها ساعة ثمانية ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تاثيراتها من ساعات نحي المساء يعني من من الفجر تقريبا ولغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذرودها ساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني تاثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون ذرودها الساعة 7 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين نيبتون وهاي راح تكون ذرودها الساعة 7 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني برضو تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ما بعد منتصف الليل هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفا واثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر التحال وجهاز التوازن يعني بمعنى آخر هذا اليوم لا يصلح لعمليات التجميل لا للأسنان ولا أي شيء لعلاقة بالجلد ولا أي شيء لعلاقة بالشعر غير مناسب زي ما حكينا لعمليات التجميل يصلح لعمليات الجراحية دونها ودون الأعضاء اللي ذكرناها لا يصلح لزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي فقط أما الصبغ والحنة والقص العلاجي فلا يصلح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار رح يكون يوم الغد الأحد 25-12 بيبدأ في تمام الساعة 3.11 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 7.13 دقيقة صباحا ليستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة 7.29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره يومين نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم 20-1 طبعا سعيد الآن هي بنسبة 30% في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الجديد حتى يوم 25-12 هو الآن منتحس بنسبة 60% بعد منتصف الليلة هاي بيصير سعيد بنسبة 100% يعني بطيلة اليوم القمر رح يكون سعيد بنسبة 100% عطارد في الجديد حتى يوم 29-12 أيضا سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجديد حتى يوم 31 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجديد حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعا ما بينفعكم العناد والتحدي حتى لو اشتدت عليكم الضغوط حاولوا تبرروا عملكم اظهروا مهاراتكم لأنه اليوم هذا يوم مميز بالنسبة للكم وفي مكاسب كثيرة رغم إنه ممكن تكون بعض الأمور معقدة أو صعبة أو ما تمشي معك من أول مرة وإنت طباعك الشوي مشتتة بدها شوي التركيز وبعدين الأمور بتمشي بشكل جيد برج الثور بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم إشي إنك ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل وللامتحانات والتعامل مع الأجانب برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء إنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة ببلكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية طبعا الأجواء دعمل إلك بقوة عن المستوى المالي فاستغلها برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك أو لتعزيز العلاقات مع الشركاء خصوصا ما بين الأزواج أو المصالحات أو الاتفاق على أمر ما الأجواء شوية لأن القمر مقابلك طاقتك ضعيفة ولكن ما في أي مخاطر تذكر اليوم أهم شيء إنك تركز بشكل جيد ما ترتجل رغم لو صار بعض الضغوطات عندك والمسؤوليات بدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك عندك قدرة عالية جدا على إنجاز القسم الكبير من أعمالكم أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم تعتبر هاي فترة جيدة وحاول إنك تكون أكثر انضباط وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن يكون في بعض القلق يعني بشأن أحد المعاونين سملاك بالعمل أو أحد الأصدقاء وممكن يكون في نوع من أنواع العمل الجديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا يعتبر هذا يوم مميز جدا وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لنشاط فني أو ممارسة هواية أو التقرب من الأحبة أو الأبناء هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة جدا وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن شوي هيك تشعر ببعض الندم على تصرفاتك في الفترة الأخيرة أو تحاول ترتيب أوضاعك من جديد تعتبر هاي فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بتفضل التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تبدو مضطرب أو مرهف الحس خلال هذا اليوم بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسبب حساسيتك أهم شيء أنك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة أعمال وانشغالات منزلية وعائلية خلال هذا اليوم ممكن تتقرب من خلالها لعائلتك بشكل جيد برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والنقاشات والحوارات ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتع اليوم أنت بسرعة بديهة وخاطر عالية جدا وقدرة على الإقناع رهيبة باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كثير برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم مالي أو يحصلوا على أموال إلهم كان صعب يحصلوها بالفترة الماضية ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما والكواكب بتعمل لصالحك خلال هذا اليوم وخصوصا القمر وعطارد وبتسهل عليك كثير من الأمور أهم إشي أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك وكون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجديد بتبدأ اليوم فترة إيجابية جدا وبتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور أهم شي إنك تحاولوا إنك تجدوا أي شيء جديد أو تبحثوا عن أي أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي فترة مميزة خلال هذا اليوم تحديدا اللي راح تستفيد منه بشكل قوي حتى على المستوى العاطفي وتقرب الجنس الآخر منك حاول إنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية اليوم بيحمل انفراج أو تسوية برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم بتشعروا ببعض التعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنك تخلدوا للراحة تعتبر فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحاسم حاول إنهاء الأيام هاي أو الشهر هذا بسلام لحديث ما القمر يوصل لعندك ممكن تواجه ضغوطات وعراقيل وامتحانات صعبة أهمش إنك ما تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر حاول إنه قدر الإمكان تتقبل الأمور بصدر رحب وما تتخذ قرارات وما في داعي للتسرع برج الحود بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حج التأييد أو دعم لقضيتكم بتتحمسوا للقاء الناس والتعارف وممكن بعضكم يعني هيك يكون فيه انضمام لجمعية أو يهتموا لشؤون الأقارب أو أقارب الشريك يعني فيه تقارب اجتماعي بشكل قوي وهذا الشيء من خلاله ممكن تستفيد في كثير من الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء